وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار أينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم وتنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقول دائما الله يحفظت البلاد هذه من كل شر إذن إخواني أخواتي وكيف ما شفتوه يعني في العنوان المستجدات القدية دي المسقوط الوالدين دي المكناس اللي اعتدى على الأم دياله وعلى الأب دياله في فاجعة له الزاد رأي العام الوطني هذا الأسبوع فإخواني أخواتي في أخذ المستجدات وبالخصوص فيما يخص نتائج الخبرة اللي تجرات على هذا المسقوط لما يعني تخلف حالة نفسية والدعاء بأنه يعني كيعاني مرض نفسي أولا أنه تعاني أزمة نفسية جراء هذا الشيء اللي يوقع مؤخرا وأنه يعني داحية للعقاقير وأنه أيضا يعني تخلف هذه الدوامة مباشرة من بعد ما تحط في سجن توليل اللحظة اللي بدأت فيها المساجين بدأوا فيها المساجين كيصرخو وكيغوطي عليه وكي نعلو فيه فذيك اللحظة يعني مباشرة بدأك يصرخ ومن ثم دخل فذيك التمثيلية ديل أنه مريض نفسي فأخيرا يعني ومن بعد ما تم العرض ديله عند وكيل الحق العام وكيل جلالة الملك بمدينة مكناس فلما تم العرض ديله على وكيل ملك الوكيل أمر باش أنه تجرى عليه وحد الخبرة لدى يعني الطبيب الشرعي ديل النفس فهذه الخبرة هذه التجرات وتبتعت نتائج لمتوقعة نتائج يعني كانت توقعها وما كانتش غريبة علينا ألا وهي أنها تسيد هذا يعني كان يمثل وأنها ما يعني تمنشي حاجة يمكن تكون بعض الأعراض بسيطة من بعد يعني ضروري ما تكون بعض الأعراض بسيطة يعني من بعد ما يعني طارت منه كيف ما تقوله ديك القلبة ديل الأقراس وهذه المسائيل ولكن هذا الأمور ما كدتدخلش ما كدتسماش أنها مرض نفسي فهنا كيف ما قلت فلا تمثيلية ديل هذا المسخوط الوالدين ولا جميع يعني الأمور اللي ينكر سواء يعني النقران ديله بأنه يعني يقدم على ذاك الفعل الشانيع في الحق الأم ديله سواء النقران ديله المجموعة ديل الأشياء ومجموعة ديلتهم اللي أولادك تلف قليل اللي منها القريساج ومنها مجموعة ديل الأمور رفقة مجموعة ديل الشباب اللي ربما يتم تحقيق معهم وغادي تستدعاه لأنه هناك اتهامات جديدة بخصوص كيف ما قلت القريساج لكن بخصوص هذه الخبرة فكيف ما قلت إخواني وأخواتي تبتات بأن هذا السيد هذا مسخوط الوالدين هذا الشاب اللي كيبلغ من السن 27 سنة أنه ما كيعنيش ما كيعني تمنشي مضاعفات نفسية وتمنشي مرض نفسي اللي ممكن أنه يعرق السير المحاكمة ديله واللي أكيد واللي كيف ما تنطالبه كيطالب جميع المتتبعين وأيضا الرأي العام الوطني أنها تكون عقوبة مشددة عقوبة مشددة يعني انطلاقا من هذا الفعل الشاني اللي يرتكب في حق الأبوين ديله وفي حق الأم ديله والأمومة بصفة عامة إذن إخواني أخواتي ففي الخصوص أيضا عند التشريح والخبرة الطبية اللي كانت تجرات على الأم فهي أيضا تبتات بأن فعلا هذاك مسخوط الوالد يرتكب كل تيك الأفعال اللي يعني صرحت بها الأم سلفا فهنا فما بقى عدد الإبن العاق تشي حاجة أنه ينقر بها هذا الفعل الشانيع أو أنه يتملس من المسؤولية ومن العقاب اللي غد ينتظره ولكن التحقيقات اللي بينات بأن هذا الشاب توجه لأصابع الاتهام ديل يعني محاولات ديل القريصاج وأنه كان كي قريسي وكان دير شي مجموعة دير الشباب كي قريسي وعباد الله هذا المسائل هذا الاتهام الجديدة فغدي تكون تحقيقات طويلة نوع الماء لكن بخصوص القضية ديل مع الأم ديل فأكيد القضية دي فكيف ما تشاهدو دخول جمعيات حقوقية كثيرة وكبيرة وكل تبع الرأي وكل كالضغط زائد ضغط دي الرأي العام أكيد فالقضية ستتحسم في ظرف أسابيع قليلة وأكيد سنشاهدو العقوبة اللي أكيد سيكون يستحقها هذا المعتوه هذا الشاد نفسيا هذا الإبن العاق اللي بكل صراحة فجعناه وهذا الأمر اللي ارتكب في حق الأم ديله فهو أمر شانيع ويستحق عليه أشهد العقوبات إلى هنا إخواني أخواتي زيت الختام ديل المستجدات بخصوص القضية ديل المسخوط الوالدين ديل المكناس فأنا معكم إن شاء الله فيما تبنشي يعني أخبار وجديد بخصوص القضية والقضايا الأخرى أيضا اللي كانت تبعها واللي كانت تشارك المعلومات ديلة معكم فإلى هناك إخواني أخواتي أدعوكم إلى دعمنا بلايك الفيديو أيضا لأول مرة كيشاهدنا أنه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس دائما يتوسط بالجديد ديل القضايا والأعمال اللي كانقوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته